السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مع أعزائي الطلاب والطالبات واليوم إن شاء الله بناخذ راحة بسيطة في أننا نتعرف على توسع من هذا المقرر تعرفنا في الدرس السابق على قانون الجيوب وشفنا كيف نحسب مساحة المثلث باستخدام طريقة الساين اليوم إن شاء الله سنتوسع قليلاً في المثلث ونأخذ مساحة متوازي الأرض نستخدم نفس القانون السابق ولكن راح نشوف وش التغيير اللي راح يطرأ ما بين حساب مساحة المثلث وحساب مساحة متوازي الأضراء نتمنى لكم دائماً وأبداً متابعة طيبة دعونا نتعرف في البداية أو نتذكر اللي هو قانون إيجاد مساحة المثلث احنا ذا قلنا أن نعرف أن قانون مساحة المثلث هي دائماً عبارة عن نصف في القاعدة اللي هي B في الارتفاع اللي هو H ولكن من المثلث قائم الزاوية اللي هو ظاهر أمامنا لو كنت تتعرف الزاوية A كم مقدارها فبالتالي H يعتبر ظلع مقابل والC يعتبر وتر فبالتالي بنستخدم قانون الساين للربط ما بين المقابل وما بين الوتر فبنقول أنه ساين الزاوية A يساوي المقابل اللي هو H على الوتر اللي هو C وبالتالي الارتفاع سيساوي إيش؟ سيساوي بعض ضرب الطرفين في الوسطين سيساوي C في ساين الأي C في ساين الأي وبالتالي سيكون قانون مساحة المثلث اللي احنا نعرفها هو نصف البي في السي في ساين الزاوية A ومنها يعني استنتجنا أن هذا ينطبق ليس فقط على ظلعين بي و سي والزاوية A وإنما أي ظلعين وزاوية محصورة بينهما إذن هذا يكون عبارة عن ظلع وهذا يكون عبارة عن ظلع وهذه تعتبر زاوية محصورة بينهما زاوية محصورة بينهما هذه هي مساحة المثلث اللي تعرفنا عليها في الدرس السابق من خلال قانون الجيوب طبعا وبالتالي وسعنا هذا القانون إلى ثلاثة قوانين وقلنا كلها تنطبق أهم شيء يكون عندك ظلعين وزاوية محصورة ظلعين وزاوية محصورة مثلا A و B و ساين C تأخذ الظلع C و ظلع A و الزاوية B تأخذ الظلع C و ظلع B و الزاوية A كلها تعتبر عبارات صحيحة الآن لو حبينا نتوسع في ذلك حتى نوجد مساحة متوازي الأضلع فالأفتراض أن متوازي الأضلع مثلا هذا هو A مثلا B C D بهذا الشكل لو أنا حبيت أن أحسب مساحتها فأنا أحسب مساحة المثلث الأول ومساحة المثلث الثاني أحسب مساحة المثلث الأول ومساحة المثلث الثاني طبعاً مساحة المثلث الأول نحن نعرف أنها تساوي إيش تساوي نصف في الضلع الأول مثلاً هذا الضلع دعنا نسميه الأضلع مثلاً لو قلنا على نفس تسمياتنا السابقة مثلاً لو قلنا أن نصف في الضلع مثلاً B والضلع C وقياس الزاوية المحصولة بينهما اللي هي الأي فبتلا نقول B و C في ساين الزاوية A بهذا الشكل ولكن المعلومة التي نحن نحن نفكر فيها أن ما هي علاقة هذا المثلث بهذا المثلث طبعاً العلاقة هنا أن المثلثين متطابقين المثلثين هنا متطابقين كيف حكمنا عليهم بأنهم متطابقين طبعاً نحن عرفنا في الصف الأول الثانوي حالات تطابق المثلثات قلنا أنه عندنا أربع حالات أي منها يحصل سيكون المثلثين متطابقين فمثلا عندنا الحالة الأولى التي تعلمناها وهي حالة SSS إذا تذكرون أن تكون جميع الأضلاء متطابقة ونحن نعرف أن من خصائص متوازي الأضلاء أن كل ظلعين متقابلين متطابقين وبالتالي هذا الظلع يطابق هذا الظلع الذي باللون الأصفر والظلع الذي باللون الأخضر يطابق الذي باللون الأخضر لأن كل ظلعين متقابلين متطابقين والظلع للقطر هذا عبارة عن ظلع مشترك بين المثلثين وبالتالي هنا تحققت حالة SSS كذلك من حالات تطابق المثلث اللي تعرفنا عليها في الصف الأول الثاني اللي هي حالة S A S أنه إذا تطابق ضلعين وزاوية محصورة بينهما طبعاً نعرف أن الضلعين اللي بالأصفر يتطابقهم مع بعض الضلعين اللي بالأخضر يتطابقهم مع بعض ونعرف أن من خصائص متوازن الأضلاع أن كل زاويتين متقابلتين متطابقتين كذلك أخذنا من الحالات حالة اللي هي سميناها A S A اللي هي يكون فيه زاويتين وضلع محصور بينهما وكذلك أخذنا حالة A A S كذلك هذه كلها حالات لكن على الأقل احنا أثبتنا الآن المثلثين متطابقين أن هذا المثلث يطابق هذا المثلث فبالتالي رح نقول أن متوازي مساحة متوازي الأضلاع هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن اثنين لأنه مثلثين ضرب مساحة المثلث الواحد اللي هو نصف في B في C في ساين الزاوية A طيب اثنين في نصف هذه كم تساوي؟ اثنين في نصف هذه يروحون مع بعض وبالتالي رح نقول أن مساحة متوازي الأضلاع هو حاصل ضرب ضلعين متجاورين في ساين الزاوية المحصورة بينهما إذن بدون نصف إذن هو نفس قانون مساحة المثلث بس المثلث هو نصف متوازي الأضلاع الآن بحسبنا مساحة متوازي الأضلاع كامل فبحسبنا اللي هو طول الB وطول السي وقياس الزاوية بينهما خلونا نشوف النشاط هذا كالك أوجد مساحة متوازي الأضلاع لاحظوا أن أعطاني هنا في هذا المتوازي ضلعين هذا الضلع الأول وهذا الضلع الثاني وزاوية محصورة بينهما اللي هي الزاوية 60 درجة وبالتالي بأقوم بالحسابات الآن فأقول أن المساحة متوازي الأضلاع تساوي 16 ضرب 28 ضرب ساين عفوا ساين الستين درجة بهذا الشكل طبعا نحسبها هذه باستخدام الآلة الحاسبة فبالتالي أقول 16 ضرب 28 ضرب ساين الستين درجة بهذا الشكل وبالتالي سيطلع الجواب 387.97 يمكن أن نقربها إلى أقرب جزء من 10 تسين 388 تقريبا إذن نقول هنا 388 تقريبا الوحدة تكون بالإيش؟ تكون بالإنش تربيع تكون بالإنش تربيع لأن الوحدة تطول هنا بالإنش وبالتالي صارت هذه بالإنش تربيع إذن هذه فكرة الدرسة يعني ما عندنا شيء جديد صراحة لكن دعونا نرى الأنشطة أيضا الموجودة عندنا في بعد هذا المثال قال لك أوجد كل ما يأتي لكل متوازي أضلاع لا أعطني ثلاث متوازيات سنأخذها أول شيء يريد مساحة متوازي الأضلاع فقلنا المساحة دعونا ننزل مساحة به الرمز A مثلا نقول أنها تساوي 10 في 15 في 45 درجة طبعا يعني ممكن نقول أن هذه تساوي 75 في جذر أثنين يعني لو حبيت تحسبها بدون آلة حاسبة لكن لو حبيت تحسبها بالآلة حاسبة سيطلع معك الجواب طبعا تقول 10 ضرب 15 ضرب ساين 45 درجة نحسبها بالدقة كم تطلع معنا سيطلع الجواب 106 تقريبا 106.1 يعني سيكون 106.1 و الوحدة ستكون بالمتر تربيع أهم شيء تضبط الوحدة الفقر أبي قال لك ما هي المساحة عندما يصبح قياس الزاوية المعلومة نصف القياس المعطى يعني الخمسة واربعين بأخذ نصفها فهو نفس القانون هنا أقول 10 في 15 بس اللهم الساين للزاوية كم تصير الزاوية 22 ونصف والله يخلينا الآلة الحاسبة لا تخلق رهيبة يعني في الحسابات هذه لأن مثل هذه الزاوية شوية ما هو يعني سهل نحن نحسبها يعني يدويا وبالتالي رح نقول أن الجواب حيطلع 57.4 57.4 57.4 والوحدة بالمتر تربيع الآن قال لك ما هي المساحة عندما يكون قياس الزاوية المعلومة مثلي القياس المعطى طبعا إذا تضاعفت الزاوية هذه حتكون الزاوية 90 وإذا كانت الزاوية 90 حيكون الشكل مستطيل يعني بهذا الشكل لكن خلونا يعني نطبق نفس القانون فبالتالي أقول A يعني هو بالنهاية حيطلع معايا 10 في 15 في ساين 90 طبعا ساين 90 حينا نعرف أنه يساوي 1 وبالتالي الناتج حيكون 150 متر مربع لأن الشكل تحول إلى مستطيل كون الزاوية تضاعفت وصارت 90 درجة وهذا طبعا بيكون 15 وهذا 10 رأى أكيد مساحة المستطيل هي الطول في العرض ونشوف الفقرة الثانية كذلك بنفس الطريقة ونفس الأسلوب يلا قال لك الآن ما هي المساحة نحسب المساحة والزاوية عندنا زاوية كم؟ الزاوية 30 فبالتالي أقول 9 في 5 في ساين 30 درجة ساين 30 طبعا نصف 5 في 9 45 45 في نصف حيكون 22 ونصف الوحدة هنا بالإنش المربع لو حبيت أيضا تأخذ نصف الزاوية المعطات فبالتالي بتقول المساحة حتكون 9 في 5 في ساين كم الزاوية بتصير؟ تصير 15 درجة نستخدم الآلة الحاسية بعد نقول 9 في 5 هذه 45 في ساين 15 درجة فبالتالي سيصير الجواب بالتقريب الأقرب جزء من 10 سيكون 11.6 11.6 والوحدة ستكون أيضا بالإنش المربع وأخيرا لو تضاعفت الزاوية إلى 60 درجة وبالتالي ستكون 9 في 5 في ساين 60 درجة يعني هي كلها نفس المسألة اللهم بس تغيير في الزاوية فقط يقول 45 ضرب ساين 60 درجة بهذا الشكل وبالتالي سيكون الجواب يساوي كم؟ سيساوي 38.97 يعني إذن قربناها وتصير تقريبا 9 و 30 درجة سيكون تقريبا 39 أفوا إنش مربع لاحظ معي يا أخي الكريم أنه كونك تأخذ الزاوية بالنصف أو تأخذها بالضعف لا يعني أنها ستضاعف المساحة أو أنها سوف تتقلص إلى النصف فتغير الزاوية لا يتناسب طرديا أو عكسيا مع اللي هو تغير المساحة لأنها ستختلف المساحة باختلاف هذه الزاوية فبالتالي ما يصلح أنك والله تعطي يعني تقول والله طالما من الزاوية مثلا قصت إلى النصف إذن المساحة بتصير النصف لا قد يكون تقل المساحة ولكن لا تقل بمقدار النصف أنت العلاقة ما بين الأعداد والدالة المثلثية ليست مثل العلاقة ما بين الأعداد مع بعضها البعض فالدالة المثلثية لها أثر على الأعداد فمثلا أنا عندي ساين الصفر صفر ساين الثلاثين شوفوا ثلاثين درجة نص و ساين التسعين واحد فمن الصفر إلى الثلاثين نص بينما من الثلاثين إلى التسعين نص ثاني فبالتالي مع أن من صفر إلى الثلاثين ثلاثين درجة ولكن من الثلاثين إلى التسعين فإحنا ما قاعدين نتعامل مع خط مستقيم عشان والله أقول إذا تنصفت الزاوية لا أنا قاعد أتعامل مع دائرة مع شيء قاعد يدور فبالتالي الشيء لما يدور تختلف النسبة من منطقة إلى منطقة أخرى يعني فيزداد الميلان وبالتالي يعني تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى وحتى عند الـ 45 درجة شفنا أنها عبارة عن جذر 2 على 2 فساين الـ 45 مثلا أو كوساين الـ 45 هي جذر 2 على 2 مع أن الـ 45 درجة في النص ما بين الصفر وما بين التسعين ولكن جذر 2 على 2 هذه تقريبا يعني لو حسبناها بتطلع 70% يعني أنت لو كتبت ساين 45 مثلا بهذا الشكل هذه 70% تقريبا أو 71% يعني بهذه الصورة فما يصح أنك والله تبني إيجابتك لو تنصفت الزاوية أو تضاعفت على أنه تضاعف المساحة لا لازم تحسب كل مسألة بحالها واتطلع الناتج فقلنا عد مسألة وحدة خلونا نشوفها مع بعض أيضا عندنا هذه المساحة أيضا قال لك هنا الزاوية 75 درجة والأضراع مية وميتين سانتي متر فالمساحة هنا بتكون عبارة ها يلا أقولوا معاي رح نضرب المية ضرب الميتين ضرب اللي هو ساين 75 درجة بهذا الشكل نستخدم الآن الحاسبة نقول مية وضرب ميتين اللي هي عشرين ألف طبعا ثمانت وعارفين في ساين 75 درجة بهذا الشكل حيطلع الجواب كم؟ تسعة عشر ألف وثلاثمية وثمانتعشر ونصف تقريبا فبالتالي حنقول تسعة عشر ألف وثلاثمية وثمانتعشر ونصف الوحدة طبعا بتكون سانتي متر المربع طبعا لو واحد قالي يعني بحسبها بالمتر يعني بقول هذا يساوي واحد متر مثلا وهذا يساوي اثنين متر وطلع المساحة بالمتر حيطلع واحد متر فاصلة تسعة يعني حتتحرك الفاصلة أربع وحدات يعني إلى اليسار يصبح واحد فاصلة تسعة ثلاثة واحد ثمانية يعني تكون لو كم تبغاها بالمتر ولكن لو خلت ركتها بالسانتي متر برضو ماهو غلط يعني ممكن تحسبها بهذا الطريقة وهذه الطريقة نشوف الحين عندما يكون الزاوية نصف الزاوية المعطات فبالتالي بحصل معي هنا مية في ميتين في ساين السبعة وثلاثين ونصف طبعا نصف الخمسة وسبعين عبارة عن سبعة وثلاثين ونصف درجة نحسبها بالآل الحاسبة يلا مية ضرب ميتين دائما تعاملوا بالآل الحاسبة بهداوة يعني لا تستأجلون في الحسابات وتأكدوا قبل أن تضغطون على زر الليساوي تأكد أنك كاتب المعادلة بشكل صحيح لا قدر الله تصير ناسي شيء أو مزود شيء فبالتالي ما يصير عندك خلل في الحل هنا سيطلع منك 12175.22 أو فاصل 2 يعني 12175 12175.2 طبعا الوحدة ستكون أيضا بالسنتيمتر المربع دائما الوحدة تأخذ من وحدة الطول المعطات ويعني وحدة الطول دائما تكون موحدة ولو ما كانت موحدة تضطر أنت الله لليهينك أنك توحدها ما بين الضلعين الموجودين آخر حاجة عندنا اللي هو قالك لو تضاعفت الزاوية فبالتالي كم حتكون المساحة يلا نحسبها مع بعض نقول A تساوي 100 ضرب 200 ضرب ساين 150 درجة 150 درجة ضمنها بصير زاوية منفرجة كده بيجي المتوازن لأظلها فهل ستتغير المساحة؟ خلونا نشوف كم حتى تصير المساحة معنا بهذه الحالة 100 ضرب 200 ضرب ساين 150 درجة حيطلع الجواب 10 ألاف حيطلع الجواب 10 ألاف 10 ألاف سنتيمتر مربع لأن ساين 150 طبعاً يساوي نصف مثل ما ساوى أيضاً ساين الثلاثين لأن المية وخمسين والثلاثين الثلاثين هي في الربع الأول والمية وخمسين هي الزاوية التي تقابلها في الربع الثاني دائماً نتفكر كل زاوية وش اللي يقابلها فكلهم لهم نفس الساين أو كلهم يلتقون على محور وي في نفس المنطقة فبالتالي زاوية 30 وزاوية 150 لهم نفس الساين كلهم يساوي النصف فأنت لما تضرب 100 في 200 حيطلع معاي كم؟ حيطلع معاي 20 ألف واضربها في نصف حيطلع معاي 10 ألاف سنتيمتر مربع لا تضاعفت الزاوية ومع ذلك قلتها يعني قلت حتى أقل من نصف الزاوية هنا 37 ونصف هذه 150 درجة ومع ذلك قلت المساحة فزي ما قلنا لا يوجد علاقة ما بين اللي هو قياس الزاوية والمساحة أنها ولا تزيد ولا تنقص وإنما آخذ أنا كل مسألة بحالها وأدرسها حسب وضعها وبالتالي ممكن أقرر هل المساحة الجديدة كم ستكون والسبب في ذلك اللي هو يعني سلوك الدالة المثلثية كيف جاي زي ما قلنا أن يكون فيها دوران غير متناسب طبعا الدوران ما هو مثل الخط المستقيم إذا زاد هذا يزيد هذا يعني يزيده الـ X تزيد والـ Y تزيد مع بعض أو تنقص مع بعض لا الدوران طبعا ممكن الـ X تزيد والـ Y تنقص أو الـ X تزيد والـ Y تزيد يعني ممكن العكس كلهم ينقصون على حسب الربع اللي أنا أشتغل فيه وأحسب الإجابة فيه بذلك يعني نكون بحمد الله تعالى أخواني الكرام وأخواتي وصلنا إلى نهاية المطاف في توسعنا هذا أتمنى أنكم تكونوا استمتعتم واخذنا كذا راحة إن شاء الله الدرس القادم حنحل مع بعض اختبار منتصف الفصل يليت الجميع يحل الاختبار هذا قبل أن يستمع إلى الدرس بحيث أن لو كان في صعوبات ممكن تطلعون على طرق الحل أثناء إجابتي على الأسئلة نلقاكم على خير في الدروس القادمة في أمان الله موسيقى